من عدل مباشرة معنا مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي إياد أحييك إذن وأنت متوجد في اليمن مجلس الرئاسي كما هو مكتوب عبر الشاشة القاهرة الإخبارية يؤكد التزامه بنهج وخيار السلام كيف يبدو هذا النهج وهذا الانتزام أيضا ضد ما تقوم به فصائل الحوثين مساء الخير حساني نعم هذا هو تصريحات المجلس القيادة الرئاسي وهذا هو بوقف منذ قرار نقل السلطة في إبريل العام الماضي هذا هو دائما توجه المجلس هو مع السلام وعه سلام شامل لكن وفق برجعيات الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن 2216 والذي يقضي بنزع السلاح من الميليشيات الحوثي والدخول في عملية سلام شامل في اليمن بالإضافة إلى الاتفاقية الخليجية أو هناك بعد أحداث 2011 تم توصل كل الأطراف السياسية في اليمن إلى الدخول باتفاق سياسي بناء على مجلس التعاون الخليجي وكانت هذه الاتفاقية واضحة وانعقد بعدها مؤتمر حوار وطني شامل ضب الحوثيين بمن فيهم الحوثيين شاركوا في هذا المؤتمر وكل الفصائل والمكونات السياسية اليمنية كانت في برنامج الحوار الوطني وكان هناك مخرجات لهذا المؤتمر كان هناك مخرجات واضحة وعمليات وثيقة الدستور وكثيرا من مخرجات هذا المؤتمر لكن أستبقت الميليشيات الحوثية بالسيطرة على العاصمة صنعه ثم توجهت نحو المدن الأخرى وهو ما أفشل هذه المبادرة المبادرة الخليجية وأيضا كثير من توقفة العملية السياسية باليمن بشكل كامل وكان هناك قرار مجلس الأمن 23-16 القاضي بنزع السلاح من الحوثين والانسحاب من المدن وهذا هو ما تركز عليه الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي وهذا هو النهج المهم الذي يجب أن نلتزم به اليمن يوم كما يقول المراقبون السياسيون أشكرك من عددنا هذه التفاصيل الواضحة إياد الموسمي مراسل قهر الإخباري كتابعة مباشرة إياد